ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي زي ما كابت الخطيب قال في كلمته المهمة لأعضاء جمهير النادي الأسبوع اللي فات واللي كان بيعلم فيها خبر مهم جدا لكل الاهلوية واحد ستة افتتاح الهرم الرابع الفرع الرابع للنادي الاهلي في التجمع كابت الخطيب قال لك الاهلي وهو بيقوم بالدور الرياضي الكبير وهو بيقوم بالدور الثقافي والمجتمعي والاجتماعي اتجاه شبابه وأعضاؤه لا يغفل الدور التنموي بتاعه لأن الدور التنموي والإعماري للنادي الاهلي حقيقة يتقل فيه كتير قوي شوفوا الاهلي عمل نقلة كبيرة قوي في مدينة نصر وحجم الإعمار والتنمية اللي عملوا فيها في الشيخ زايد واللي حصل والنهاردة في التجمع اعتقد لجنة العضوية باش مهندس عليها تدفق كبير حاليا قبل ما الأسعار الجديدة تنفذ واحد ستة لا ما حكى الأستاذ طارق عنديل كان مفروض يسافر من يومين التعارف ما بيسيبش موتش بر ما قدرش لأنه رئيس اللجنة ده جانب من السادة الأعضاء الجدد الرغبين في العضوية وهم بينتظروا المؤابلات في جزيرة لا في جزيرة ده انتظروا في أين اي اه وهم بينتظروا المؤابلات وإنهاء اهو الأستاذ طارق عنديل والأستاذ محمد رمضان ومدام عزة مديرة الاشتراكات أستاذ إبراهيم أنا خلال الأسبوع الماضي ده جاء لإتصالات من الأمارات ومن الرياض والسعودية أنا في حد اتكلمني من أمريكا عايزة عمل عضوية ومش هيعرف ييجي قلت له خلي حد من عدد وصلت بالاشتراكات فعلا عمل كده وعمل كده توكيل لحد مطلوب من واحدين تلاتة الناس مدركة الفرصة اللي هي فيها اي يعني ما فيش نادي النهاردة ما تلوي خمسين وتلتمائة ألف جنيه اي وعشان تبقى في كل الفروع حوالي خمسمائة وخمسين ألف حتوصل لتمنمائة وخمسين ألف تمنمائة وحاجة اللي هي العضوية الشاملة الكاملة الشاملة حتبقى كده بس لسه هم أفسحوا بعض المجال أنا سألت أفسحوا بعض المجال اللي عايز يلحق يعمل عضوية دلوقت يعني عشان تغلي اللي عايز أقوله إيه إيه الحق لأن الحقيقة النادي الأهلي بالذات في التجامع أستاذ إبراهيم حاجة حيلة الشيئة والإمكانات وعاجة أنت عارف أنه بين وبين العاصمة الإدارية قد إيه تلت دقايق آه يعني مش بيخدم على التجامع بس أي ده اللي بيخدم على قاطني العاصمة الإدارية أي لذلك فيه شركات دلوقت بتاع التسويق عقاري عاجة تعمل دين إنها تسوى العضوية مع العقار مع الوحدة ها وده تفكير ذاكي طبعا وخذها لأن مؤكد الناس اللي رايح العاصمة الإدارية عايزة نادي جنبها بهذا القيمة والفخامة هذا المستوى أي فطبعا يعني جهد كبير جدا مطلوب استمراره لأن أنت بص الفخامة بقى ها أنا من أبدع الحاجات اللي اتعملت بوابات النادي الأهلي الديزاين ده أو التصميم ده شخصية الأهلي قوي قوي يعني فيه شخصية الأهلي وكان بتثبيتها مع كل المقارات فيه شخصية فتمره النادي الأهلي ده لك هوية تشوف من بعيد كده تقول ده النادي الأهلي صحية مع كل الإمكانات بقى لداخل النادي اللي جاهزة لإستقبال العضوة خلاص واحد ستة أعتقد افتتاح كبير افتتاح بيتعمله اشتعدادات هيلة اه هيبقى حاجة حلوة طيب إذن الفرصة متاحة وسانحة لكل الراغبين حتى اللي بره مصر يقدر يعمل توكيل لأي من أقاربه يقدر ينجز المسألة ولما ييجي يستكمل أوراق والحياة لجنة العضوية زي بشوفت اللي سسترانديل واللي معاقلين يعني هي تسهيلات كبيرة جدا لاستقبال الأوراق وتقديم التسهيلات هي الأوراق لو عرف أي واحد يجيب شهدات التخرج نسخة مش سورة ضوئية يجيب شهدات الميلاد للمرافقين خلاص خلص البطاية أنت كده تقدر تعمل عضوية لأي حد ما ما حاجش هيدفع فلوس لا مولا يدفع فلوس كاش خلاص بس بس اللي بيدفع بقى شيك للأقصاد ده اللي عايز التوكيل عايز التوكيل عشان ينوب عنه في توقيع الشيكات المستحقة عليك لأنه مع شركة نشوف السلالة نشوف الرخام نشوف المنظر داخل الدنيا تانية أي يعني أنا لما الناس تقول إيه الأهلي له جماله أنا بقى بحس إن أنا كده اتعشت معايا قوي يعني الإشادة بالأهلي بنظامه بجماله بسياسته بفرقته بإنه قدوة إنه رائد لا 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 يبقى عمرك كده ما دعش هدر أنت روحت في الاتجاه السليم وشجعت النادي السليم إذن اللي عنده الرغبة في الانضمام لعائلة الأهلي وكابت الخطيب حريصة على استخدام مصطلع عائلة الأهلي لأعضاء النادي لأن الحقيقة لما تشوفوا فعلا حجم الارتباط بين الأعضاء مع نديهم والناس كتير حتى بيناقشوني فكرة الانترفيو اللي بتعمل أو المقابلة اللي بتتعمل للرغب في العضوية فبقولهم ده حرصا عليك أنت أنت كعض النادي مسؤوليته أنه يختار لك مين مناسب يقعد جنبك لو في حد يعمل مشاكل أو حد أو حد أو كده لا لجنة العضوية في الاستقبال أو الاستقبال اللي بتعمل والانترفيو اللي بتعمل هدفه أن أنا برضو بنتقي العضو الملائم للنادي من النقطة دي بقى أنا عايز أتكلم لأن أنا باستمرار مؤمن بفكرة مسؤولية العضو على الحفاظ على المستوى العام طب يحافظ عليها إزاي دي؟ أنه يجيب الناس اللي شبهوا أنت لما تجيب قريبك وتجيب الصحابك أنت عايز دول فتضمن أن العيلة دي تفضل متشابهة حريصة على بعضها كل محافظة على التاني فلو كل عدو جاب عدو مش محتاج أي حاجة تانية كمان الميزة النسبية الكبيرة الحقيقة في أنه النادي بيحتفظ لك بفرق السعر دلوقت بمعنى إيه؟ لو العضوية العاملة الكاملة بقى لكل الفروع واللي بيقالك بموجبها حق الترشح وحق التصويت وعضو جمعية عمومية لو هي دلوقت بـ 860 تقريبا الفرق بينه من 250 الـ 600 ألف دول بعد خمس سنين من حقك تحول أو خلال خمس سنين من حقك تحول عضوية الفرع العضوية عاملة كاملة بالسعر ده فقط بالفرق اللي موجود وبالتأسيط فاللي بيعمل عضوية دلوقت في الفرع سواء في فرع الشيخ زايد أو فرع التجمع المبهر اللي انت شايفينه بيحجز لنفسه فرصة التحول العضوية عاملة كاملة خلال خمس سنين وبتسهيلات وتأسيط يعني ده حمام سباحة ده ولا بحيرة بحيرة أكيدنا كانت فيه منتجعة الحقيقة يعني إمكانات هيلة جدا انت متخان نادي اللي قالي صرف إيه على الانشاءات زيادة عن المليار طب هل أهمل مع الرياضة لا صرف ده احنا بنقول لألعاب الصلاة أسطين واخد 17 بطولة ضيف هذا المبلغ طبعا عشان الناس يتقول لك إذا دخلك أنا دخلي بس أنا بستثمر المبالغ لدخلالي دي لصالح العضو وصالح الجمهور وصالح المشهد بتاع نادي الأهلي ومكانته الرياضية طيب إذن الفرصة متاحة قبل تفعيل الأسعار الجديدة ولجنة العضوية في النادي الطوال اليوم وعلى فكرة ده موجود في كل الفروع يعني اللي عايز يروح يقدم في التجمع أو في المدينة ناصر أو في الشيخ زايد أو في الجزيرة الفرصة متاحة في كل الفروع الفرع اللي جنبك أعرف حاجة ليك روح إن شاء الله تعالى واحد ستة يستمتع جمهور الآلي قبل أعضاء